اشتركوا في القناة اسبوعا واحدا لتسليم السلطة للرئيس محمد بازوم وتلوح باستخدام القوة ضد نيامي رئيس تشاد يقود مبادرة لحل الأزمة وفرنسا تتوعد برد فوري وحازم في حال استهدف رعاياها في البلاد الأمم المتحدة تدعو إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة في ليبيا تحذر من ترتبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها وتطالب الشركاء الدوليين بدعم مسار إجراء الانتخابات كسبيل واحد لبناء ليبيا الجديدة بعد سنوات من الهدوء خمسة قتلى في تجدد المواجهات في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ووكلة الأونروا تحذر من توقف أعمالها سبتمبر المقبل جراء شح الموارد الدولية لتمويل عملياتها في فلسطين المحتلة أوكرانيا تهاجم موسكو وشبه جزيرة القرم بسرب من المسيرات زيلانسكي يتحدث عن نقل المواجهة إلى الداخل الروسي وبوتين يستبعد وقف إطلاق النار في ذل الهجوم الأوكراني بعد الحرائق العالم في مواجهة العواصف العاتية والفيضانات الصين تعلن حالة تأهب قصوى لأول مرة منذ 12 عاما تسعة قتل ودمار في ثمان مقاطعات بروسيا جراء السيول والأمطار الغزيرة موسيقى والتعليم المتوسط وقلد الرئيس تبون خلال الحفل المتفوقين ثلاثة الأوائل بالميداليات الذهبية الفضية والبرونزية كما منحهم مكافأة مالية للإشارة فقد بلغت نسبة ونجاح في شهادة الباكالوريا دورة جوان 2023 بالجزائر نسبة الخمسين في المنحة يحظى بشهادة تقدير وميدالية شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجربية بمعدل تسعة عشر فاصل اثنتين وثلاثين السيد رئيس الجمهورية تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية معدل تسعة عشر فاصل صفر اثنين بمدرسة أشبال الأمة أكد رئيسان الجزائري عبد المجيد تابون ونظره البنيني باتريس تالون تمسكهما الصارم بضرورة العودة إلى النظام الدسوري في النيجر بيان عن الرئاسة الجزائرية نقل عن الرئيسين دعوتهما إلى ضرورة إعادة الرئيس محمد بازوم لمنصبه كرئيس دولة منتخب وذلك خلال محادثات هاتفية جمعتهما عشية الاجتماع الاستثنائل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بأبوجة حول الوضع في النيجر أمهل قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس الأحد المجلس العسكرية في النيجر أسبوعا واحدا لتسليم السلطة للرئيس محمد بازوم دون استبعاد احتمال استخدام القوة ضد أو ضده المجموعة خلالها قمة طارئة خصصة لبحث تداعيات الانقلاب في النيجر دعت إلى استعادة النظام الدستوري بالكامل في البلاد مع اتخاذ حزمة من العقوبات ضد نيامية التنح طوعا أو بالقوة العسكرية خياران ليس له مثالث تضعهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أمام قادة الانقلاب في النيجر في تحرك يتزامن مع مسار مماثل طرحه مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الافريقي ساعات قبل قمة الاكواس الطارئة في أبو جا في حال عدم تلبية مطالب السلطة في غضون أسبوع واحد ستتخذ جميع الإجراءات لاستعادة النظام الدستوري في النيجر ويمكن أن تشمل هذه التدابير استخدام القوة ولهذا الغرض سيجتمع رؤساء واركان الدفاع بمجموعة إكواس على الفور لمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال العنف والإرهاب ضد دارواح ومنتركات المواطنين الأبرياء والمقيمين في النيجر عقوبة اقتصادية ومالية ومنطقة حظر طيران فرضتها على النيجر قمة إكواس الاستثنائية مؤكدة عدم اعترافها بأي سلطة سوى الرئيس المنتخب محمد بازوم تطبيق التدابير الآتية بأثر فوري أولاً إغلاق الحدود البرية والجوية بين بلدان إكواس والنيجر ثانياً حضر الطيران على جميع الرحلة الجوية التجارية من وإلى النيجر تعليق جميع المعاملات التجارية والمالية معها تجميد جميع المعاملات الخدمات بما في ذلك الطاقة تجميد وصول النيجر في البنوك المركزية لإكواس وتجميد وصول الدولة والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المصارف التجارية وقف كل المساعدات والمعاملات المالية أسبوع واحد لا أكثر أمهلته قمة أبوجة للمجلس العسكري فينيامي من أجل استعادة النظام الدستوري وإلا أدرجت قادته في حكم الإرهابيين أسبوع يبدو أنه سيكون حافلاً بالأحداث في بلد تاريخه طويل مع الانقلابات في قلب ساحل يشهد موجة تغيرات وصعوداً ملفتاً للحكومة الانتقالية هاجم قادة الانقلاب في النيجر المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس قبيلاً عقاد قمتها الاستثنائية بأبوجة عاصمة نيجيريا وحذر المتحدث باسم ما سمي المجلس الوطني لحماية الوطن في بيان مصور بثه تلفزيون الرسمي للنيجر مجموعة إكواس من إقرار الخطة العدائية ضد نيامي حسبه بدوره هدد رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني من أي تدخل عسكري في النيجر وقال في مشور له على منصة اكس نحن جاهزون للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق إن الهدف من هذا الاجتماع هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية أخرى بخلاف أعضاء إكواس وبعض الدول الغربية نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا هذا ووصل رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو إلى نيامي على حد في اللي يرى ما يمكن أن يقدمه في سبيل تسوية الأزمة في النيجر بعدما استولى عسكريون انقلابيون على السلطة بحسب ما أكده المتحدث باسم الحكومة تشادية عزيز محمد صالح لوكلة فرانس برس وفيما قال الوزير إنها مبادرة تشادية أمهل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا خلال قمة الأحد في أبوجة الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري إلى الحكم من دون أن يستبعدوا استخدام القوة هذا وثاقمت الاضطرابات والسياسية في النيجر هشاشة اقتصاد البلاد وعمقت دائرة العوز في أحد أكثر البلدان فقرا في العالم ويخشى الكثير من تجار العاصمة نيامية تداعيات وخيمة على نشاطهم بفعل الانقلاب الأخير على ضوء إعلان عدة أطراف غربية تعليق مساعداتها الموجهة لبلادهم حالة من الترقب والانتظار تخترق شوارع السوق الصاخبة في عاصمة نيجر نيامي لتحول ضججها إلى صمت خافت يعكس هواجس يعيشها الداخل نيجيري وسط مخاوف شديدة من توقف التدفقات المالية من الخارج بشكل مفاجئ نتيجة الانقلاب الذي أطاح برئيسهم قبل أربعة أيام الوضع الذي ظل يتفاعل منذ 72 ساعة كان له تأثير مباشر علينا لاحظنا تراجعا في عدد الزبائن لا يكاد يوجد أي عميد بخطوات بطيئة متثقلة يسير عبدالكريم محاما وهو ملك لأحد متاجر الإلكترونيات نحو محله قلق شديد ينتبه من حالة الغموض التي تلحق الضرر بنشاطه خاصة بعد عزوف الزبائن عن اقتناء منتجاته نحن قلقون بشكل خاص بشأن الحواجز المالية من خلال تجربتنا كلما حدث انقلاب فإن البنوك ترفض تقديم الدعم ولا تتيح لنا طرقا للمساعدة المالية ما نريده هو استعادة الوضع الطبيعي في أسرع وقت ممكن ووسط استمرار غموض الوضع السياسي في النيجر يتوقع في الساعات القليلة القديمة تعليق إجراءات التعاون وتوقيف جميع المشاريع والمساعدات التنموية ما يهدد حياة أكثر من نصف سكان النيجر القابعين تحت خط الفقر ستتوقف جميع المشاريع الممولة من الخارج ستتوقف المشاريع التنموية التي يمولها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها وستتوقف مساعدات الميزانية الممنوحة للنيجر لا أعرف كم يمكن أن تكون وفي بلد تعصف به التحديات الاجتماعية والاقتصادية وتغير المناخ يأتي الانقلاب مجددا ليكتنف المشهد العام في واحدة من أفقر دول العالم ما يدع حياة نصف النيجيريين في فوهة الفقر والمجاعة هذا وتظهر ألاف الأشخاص الأحد من أمام الصفارة الفرنسية في نيامي مناددين بما أسموه تدخل باريس في شؤون الداخلية للنيجر وفدت وكلات فرانس براس بأن بعض المتظاهرين أصروا على اقتحام الصفارة وانتازعوا اللوحة التي تحمل عبارة صفارة فرنسا في النيجر الأمر مترك لنا لفعل ما نريده مع النيجر وما نريده ونتعامل مع من نريد بالكيفية التي نريد أعتقد أن الأمور واضحة نحن نقول للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن النيجر ملك لنا ليس من حق فرد من هذه المجموعة أن يأتي ويهيننا باسم النيجر هذا وتوعدت الرئاسة الفرنسية برد فوري وحازم في حال تعرض رعايها أو مصالحها لأي هجوم في النيجر الإليزي في بين الله أكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يتسامح مع أي هجوم ضد فرنسا ومصالحها في النيجر وأن باريس تدعم كل المبادرات الإقليمية الهادفة إلى استعادة النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة وفق ما أورده نص بيان الرئاسة الفرنسية أغلقت مكاتب الاقتراع في إفريقيا الوسطى وبهى في حدود الرابعة مساء بالتوقيت المحلي أمام نحو مليون وتسعمائة ألف ناخب مدعو للتصويت في الاستفتاء على تعدلات دستورية في البلاد ونص مشروع الدستور الجديد خصوصا على إطالة مدة الولاية الرئاسية من خمس سنوات إلى سبع ويلغي الحد الأقصى الذي يسمح للرئيس بالبقاء في السلطة لفترتين رئاسيتين فقط ومن المتوقع نشر نتائج الأولية للاقتراع في غضون ثمانية أيام على أن تعلن المحكمة الدستورية نتائجا نهائية في السابع والعشرين أوت القادم وفقا لسلطة الانتخابات في إفريقيا الوسطى في الوقت الحالي ليس لدينا مصلحة في الشك في هذا البلد ليس لدينا مصلحة في الشك من أجل التصويت علينا أن نأتي ونصويت للرد هذا واجب مواطن إفريقيا الوسطى من الشرق إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب من مصلحة الجميع الخروج والتصويت بكثافة لبلدنا جئت لأؤدي واجب المدني مثل جميع رفاق الأفارقة جئت للتصويت وأنا فخور بفعل ذلك من المهم دعم جمهورية إفريقيا الوسطى بصفة شخصيا ثناء القومية أردت حقا الإسرار على المجيء إلى هنا لأتمكن من المشاركة في التصويت لصالح بلدي في موضع آخر تهمت نيابة العامة في سنغال المعارض عثمان صونكو بالدعوة إلى التآمر على الدولة كما وجهت له تهما أخرى بعد شهرين من محاكمته في قضية منفصلة بتهمة الاغتصاب وفاد ممثلوا لدعاء السنغالي بأن صونكو ما يزال رهن الاحتجاز في حين قال المدعي العام إن الإدعاء سيوجه إلى صونكو تهما جديد منها التواطئ الجنائي على إثر تصريحات أدل بها وتجمعات شارك فيها منذ عام 2021 ونفى صونكو ارتكاب أي مخالفات طالبا من الشعب السنغالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعمه لمواجهة الانتهاكات المستمرة بحقه في موضعين آخر كدى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتلي ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة داعيا لإقرار قوانين الانتخابات وحضر باتلي مما سماه ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها وطالب الشركاء الدوليين بدعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء الانتخابات كسبيل واحد لبناء ليبيا الجديدة مرارا وتكرارا بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا تحذر من مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في البلاد يمكن أن تؤدي إلى تقويض تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات تخرج البلاد من عنق الزجاجة لكن نداءات البعثة الأممية وتحذيراتها المتكررة لم تجد آذانا مصغية على ما يبدو ما دفع رئيسها عبدالله بتيلي للدعوة إلى إنشاء حكومة وحدة وطنية جديدة تمكن من تجاوز المراحل الانتقالية بعد إجراء الانتخابات الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة الذهاب للانتخابات وتحقيق الاستقرار هي اللغة الوحيدة التي أستخدمها عندما أتحدث مع القيادات الليبية لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها بتيلي الذي بدى متشائما بشأن بوادر انفراج الوضع في ليبيا اتهم أطرافا دون أن يسميها بعرقالة جميع المبادرات بهدف تقاسم الكعكة وفق تعبيره من يريد ترتيبات انتقالية وحكومات انتقالية أخرى يريد تقاسم الكعكة وسوف يذكر التاريخ ذلك حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة وطير صفحة الماضي والذهاب نحو السلام وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة دعوات بتيلي للداخل رافقتها نداءات موجهة نحو الخارج لدعم جهود إحلال الاستقرار في البلاد نحن لسنا هنا لمحابات أي أحد وعلى القادة الليبيين الذهاب مباشرة للانتخابات من أجل السلام والاستقرار أدعو الشركاء الدوليين والإقليميين إلى دعم البعثة في واجبها في إحلال الاستقرار والسلام في البلاد ورغم الإجماع الدولي على ضرورة إجراء الانتخابات إلى أن الخلافات العميقة أدت إلى إرجاء التوصل لاتفاق على آلية تنفيذها لتبقى ليبيا رهينة آمال توحيد مؤسساتها وإتمام انتقال ديمقراطي يفرز شخصيات سياسية قادرة على قيادة البلاد في موضوع آخر أعلن الأمن الجزائري لأحد إحباط ما وصفه بوحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات الصلبة في تاريخ البلاد بيان عن المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر أوضح أن الأمر يتعلق بحجز أكثر من 79 كيلوغراما من مادة الكوكاين مع توقف 16 شخصا مشتبها فيه ينحدر من الجزائر العاصمة والبليدة بوسط البلاد المصدر ذاته ذكر أن العملية تمت استنادا على عمل استعلاماتي عالي المستوى دام أكثر من ثلاثة أشهر ما أسفر عن كشف خيوط تنظيم إجرامي خطير عابر للحدود يقوده واحد من أكبر بارونات التجاري بالمخدرات والمؤثرات العقلية المدعو شين شعيب الهارب بفرنسا توقع صندوق النقد الدولي أن يعمق تعليق اتفاق تصدير الحبوب من موانئ البحر الأسود أزمة إمدادات الغذاء في المغرب ورجحت الهيئة المالية الدولية أن تشهد المملكة ارتفاعا في فاتورتها الغذائية خلال سنة الجارية بعدما سجلت مستوى تاريخيا لسنة الماضية تتوالى المتاعب الاقتصادية في المغرب اتباعا وما تزال مخاطر التطورات السلبية الداخلية قائمة تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه مع توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع أسعار الحبوب عالميا بنحو 10 إلى 15% بفعل تعليق العمل بمبادرة البحر الأسود متجاوزة حاجزت 300 دولار للطن مقابل 274 دولار للطن الواحد قبل أسابيع قليلة عن انقضاء الصفقة توقعات تعمق من حالة عدم اليقين المخيمة على آفاق اقتصاد المملكة في ظل محدودية مخزون القمح المتاح ما يجبرها على اللجوء الموسع إلى استراد خمسة ملايين طن ونصف مليون طن من الحبوب خلال السوداسي الأول من السنة الجارية بعد ارتفاع قياسي سجل السنة الماضية بواردات تجاوزت 8.8 ملايين طن ما يمثل زيادة تفوق 23% بالمقارنة مع 2021 فاتورة واردات ثقيلة في ظل موازنة عامة هشة مرشحة للارتفاع وسط انحصار الانتاج المحلي المتوقع عند 7.5 ملايين طن من الحبوب ما يزيد من الضغوط التمويلية على الرباط التي أجبرت على تزديد أكثر من 8 ملايين ونصف مليار دولار لاستراد الغذاء السنة الماضية مرتفعة من أقل من 6 ملايين دولار في 2021 بزيادة ناهزت 45% بالمقارنة ما بين الفترتين أثنى رئيس دولة فلسطين محمود عباس على جهود الجزائر في سبيل انهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية عباس في كلمتنا القاها في ختم اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العالمين المصرية دعا إلى تشكيل لجنة متابعة مخرجات الاجتماع لاستكمال الحوار حول القضايا والملفات المختلفة التي جار مناقشتها بعد أن فشلت الفصائل الفلسطينية في التوصل إلى اتفاق نهائي وأتوجه بالشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة الجزائر السعودية قطر الأردن تركيا وروسيا والصيد على ما بذلوه من جهود في هذا الأمر كما أتوجه بالشكر لكم جميعا لجميع الوفود المشاركة على ما بذلتموه من جهد إيجابي للوصول إلى اتفاق وطني شامل يعيد قضية إلى قضيتنا ما تستحق بالاعتبار ارتفعت حصلة قتل الاشتباكات التي يشهدها مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان إلى خمسة أشخاص وعشرات الجرحة وأكدت مصادر محلية أن الوضع الأمني المتوتر داخل المخيم أدى إلى سقوط قتل وعديد الجرحة من سكان المخيم بينهم أطفال في وقت أعلنت حركة فتح مقتل القياد بالحركة ومسؤولي الأمن الوطني في صيدة اللبنانية أبو أشرف العرموشي مع أربعة من مرافقيه وجرح آخرين بعد تعرضهم لكمين في مخيم عين الحلوى أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين بلبنان في فلسطين المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية الأحد ستة فلسطينيين من شمال الضفة الغربية والقدس المحتلتين وأفدت وكلات الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الصهيونية اعتقل ثلاثة فلسطينيين من محافظة سلفيت الواقعة شمال غربي الضفة الغربية المحتلة في عقاب مداهمة منازلهم وتفتيشها كما جرى اعتقال ثلاثة شبان من مدينة القدس المحتلة بعد قضائهم مدة تتراوح بين شهرين وتسعة أشهر في الحبس المنزلية حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئية الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا من توقف عمل الوكالة شهر سبتمبر المقبل بفعل شح الموارد ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن مفوض العام للأونروا فليب لازاريني أن الوكالة تواجه أزمة مالية وجودية تهدد خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين نتيجة لتراجع الدعم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا في شأن آخر أكد العراق والكويت التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بينهما كما أعلنه وزيراء خارجية البلدين خلال زيارة للوزير الكويتي إلى بغداد الأحد ولفت الوزير العراقي فؤاد حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظير الكويتي الشيخ سالم بن عبدالله الجابر الصباح إلى تأكيد على الاستمرار في نقاش حول هذه المسألة من خلال اللجان الفنية المختلفة مشيرا إلى لجنة عليا لإجراء الحوارات من الجانب الكويتي سوف تشرف على كل اللجان الفرعية كان أيضا فيه توافق كامل في وجهات النظر على أهمية حل المشاكل العالقة بين الدولتين وعلى رأسها موضوع إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين البلدين تطرق إلى مسألة ملف الأسرى والمفقودين الكويتيين والإجراءات التي تم إتخاذها لحد الآن لحل هذه المشكلة والوصول إلى نهايتها القضية الأخرى التي تحدثنا به طبعا إلى علاقة بملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاشا مستفيضا حول هذه المسألة طرح الأراء من الطرفين وتم إقرار أنه الاستمرار في النقاشات حول هذه المسألة في شأن آخر يغادر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة منصبه لاثنين بعد أن شاغله لنحو ثلاثين عاما تاركا وراءه انهيارا مدمرا في القطاع المصرفي واتهامات بالفساد داخل البلاد وخارجها ودولة مفلسة عاجزة عن سدد ديونها المقدرة بنحو مئة مليار دولار بعد ثلاثة عقود في المنصب يغادر رياض سلامة مصرف لبنان مخلفا وراءه تاركة ثقيلة وملفات عالقة رسمت لانهيار مصرفي جرى البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها المعاصر حقبة طبعتها أعباء عقود من الفساد وسوء التسيير معطيات وضعت صنع القرار السياسي في موقف صعب لإيجاد مرشح توافقي يخلف سلامة في منصب أشبه بحقل من الألغام ساعات قليلة فقط ويسيطر الفراغ على أحد أكبر الهياكل المالية في لبنان ليعمق متاعب بلد عمر فيه الفراغ السياسي طويلا وحصلته الأزمات من كل جانب أزمات متعددة تسببت بخسائرات وزي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الخليفة القادم لمنصب حاكم مصرف لبنان سيواجه بإرث ثلاثين عاما من التسيير تستوجب اليوم إعادة ضبط للسياسة النقدية بعد أن وصل انهيار الليرة إلى مستويات غير مسبوقة وظهرت فجوة مالية بقيمة سبعين مليار دولار في القطاع المالي دفعت البلاد إلى حالة التخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في تاريخها بعد تجاوزها حاجز المائة مليار دولار ووصل التدخم إلى أربعة وثمانين في المائة والأكثر من ذلك استشرى الفساد في شتى المؤسسات كلها مؤشرات تضع القطاع النقد والمال في لبنان أمام مسئولية تدارك الوقت لتبني إصلاحات شاملة وعامقة في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي أمام تحديات سياسية واجتماعية متراكمة إلى موضع آخر حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية لحد إحباط هجوم أوكرانيين على موسكو وإسقاط ثلاث طائرات مسيرة وذكرت الوزارة على منصة تيليجرام أن سلاح الجو الروسي أحبط محاولة هجوم وصفته بالإرهابي شنشن بطائرات مسيرة استهدف موسكو وذكر رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن الهجوم لم يصفر عن إصابات أو خسائر في الأرواح مشيرا إلى وقوع أضرار طفيفة بواجهة مبنيين إداريين في العاصمة موسكو أغلق مطار فونكوفو الدولي في موسكو وغلق بشكل وجيز أمام حركة طيران في وقت باكر لحد قبل أن تستأنف لحقا رحلات الجوية به وذكرت وكالة تاسا الروسية للأنباء أن إدارة المطار قررت تعليق خدماتها أمام حركة المغادرين والوافدين مع تحويل الرحلات الجوية فيه إلى مطارات أخرى قبل أن تعلن الهيئة ذاتها استيناف الرحلات لاحقا في شبه جزيرة القرم أعلنت وزارة الدفاع الروسية لحد إحباط هجوم أوكرانين باستخدام 25 طائرة مسيرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح وذكرت الوزارة على تطبيق تيليجرام أن وسائط الدفاع الجوي دمر 16 طائرة مسيرة أوكرانية وأن 9 مسيرات أخرى جرى تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية هذا وأكد رئيس الأوكراني بلودومير زيلنسكي أن الحرب تصل إلى روسيا ومراكزها الرمزية بعد ساعات من هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو تدريجيا تعود الحرب إلى أراضي روسيا إلى مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية وهذه عملية حتمية وطبيعية وعادلة جدا أوكرانيا أصبحت أقوى الآن يجب أن ندرك أنه ما يزال بإمكان الإرهابيين مهاجمة قطاع الطاقة لدينا ومنشآتنا الحيوية هذا الشتاء كما حدث العام الماضي اعتبر رئيسه روسيا فلاديمير بوتين أن المبادرتين الإفريقية والصينية بشأن أوكرانيا قد تكونان أساسا لسلام بوتين واخل المتمر صحفي عقده لتعليق على نتائج القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بادرسبورغ أكد أن مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية تتفق مع بنود خطة السلام التي قدمتها الصين مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار صعب التطبيق طالما أن الجيش الأوكراني في حالة هجومه لا يمكننا وقف النار عندما يهاجموننا نحن لم نرفض أبدا الشروع في محادثات السلام إن المبادرة الإفريقية من وجهة نظري يمكن أن تشكل أساسا لبعض العمليات التي ترمي للبحث عن السلام مثل مبادرات أخرى على سبيل المثال المبادرة الصينية الرئيس الروسي أكد أن بلاده لا تريد الدخول في سدى من مباشر مع حلف شمال الأطلسي غير أنه ذكر أن موسكو مستعدة لجميع السيناريوهات جاهزون دائما لأي سيناريو لكن لا أحد يريد اشتباكات بين روسيا والناتو في سوريا أنشأنا آلية خاصة لمنع هذه التصادمات حتى يتمكن رؤساء العديد من الإدارات من التواصل مباشرة مع بعضهم البعض وإتاحة الفرصة للتشاور بشأن أي أزمة ولكن إذا أراد أحد ذلك فهو ليس نحن لكننا مستعدون كما قال رئيس الروسي فلاديمير بوتين لاحظ أن البحرية الروسية ستستقبل ثلاثين سفينة جديدة هذا العام وأدل بوتين بتلك التصريحات في مراسم احتضنتها سان بيترسبورغ بمناسبة يوم البحرية الروسي السنوي بعد مشاهدة عرض لسفن حربية على نهر نيفا اليوم تنفذ روسيا بثقاء المهمة وسعة النطاق لسياستها البحرية الوطنية وتعزز باستمرار قواتها البحرية في هذا العام وحده ستنضم ثلاثون سفينة من مختلف الفئات إلى القائمة ومن بين السفن التي دخلت الخدمة القتالية كورفيت صاروخ ميركوري باسم روسيا يبذل بحارتنا كل قوتهم ويظهرون البطولة الحقيقية ويقاتلون ببسالة كما فعل أسلافنا العظماء وأشكر أفراد البحرية الروسية على إنجازهم المهام بشكل كامل وعلى مستقيتهم واجتهادهم والصمود وإخلاصهم التام للوطن قتل ما لا يقل عن أربعين شخصا وأصيب عشرات بجروح في انفجار قنبلة الأحد شمال شرقي باكستان خلال تجمع سياسي وذكرت شرطة الباكستانية أن الانفجار وقع قبيل وصول مسؤول سياسي بارز لإلقاء كلمته في تجمع حزبي في ولاية خيبر بختونخوة الواقعة عند الحدود مع أفغانستان في شأن آخر أعلنت الصين حالة تأهب القصوى ترقب للأمطار وذلك لأول مرة منذ ما يقرب 12 عاما بتزامن مع إجلاء 350 ألف شخص جراء فيضانات ناجمة عن إعصار دوكسوري في وقت لقي تسعة أشخاص حتفهم جراء عواصف عاتية ضربت وسط روسيا إلى جانب أضرار طالت البنية التحتية في ثماني مقاطعات حالة تأهب قصوى وتحضير باللون الأحمر تشهده أقاليم الصين أكثر البلدان اكتظاظا في العالم ترقبا لتقلبات جوية وهطول قياسي للأمطار جراء موجة من الأعاصير الأعنف التي تضرب شمال البلاد لأول مرة منذ ما يقرب 12 عاما في صورة أحصار الدوكسوري الذي تسبب الجمعة في دمار شامل وإذرار جسيمة قدرت بـ 67 مليون دولار الأنذار الأحمر في الصين من خطر الفيضانات المرتقبة يشمل أقاليم عدة بما فيها مقاطعة بيجينغ والحاصمة بيكين إلى جانب مقاطعتي خبي والتيانجين الشمالية حيث علقت السلطات الصينية خدمات المنتزهات والمرافق الصينية إلى إشعار آخر وأمرت السكان بعدم مغادرة المنازل كجراء احترازي تحسبا لأي خطر وزارة الموارد رفعت مستوى الاستجابة لمكافحة الفيضانات وحالات الطوارئ المتعلقة بالأعاصير إلى المستوى الثاني ما استدعى تعبئة مزيدا من عناصر الضبط المجاري المياه والسدود تفاديا لارتفاع منصوب السيول إلى المنازل العواصف العاتية ومعها الفيضانات امتدت لا تصل إلى روسيا حيث طالت ثماني مقاطعات وأصفرت عن مقتل تسعة أشخاص جراء الأمطار الغزيرة فيما كشفت الطوارئ الروسية عن تصبب العاصفة الجوية في قطع الكهرباء عن مئات التجمعات السكنية وإلحاق أذرار بالبنى التحتية ظواهر جوية متطرفة تراوحت بين الشفاف وموجات الحر الشديد والأمطار الغزيرة في عز الصيف تشهدها بلدان من العالم بفعل تغير المناخي جراء ظاهرة الاحتباس الحراري التي تزيد من حدتها الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية في موضع آخر يواجه اللاجئون الفارون من الاشتباكات المتواصلة في السودان ظروفا قياسية بالقاسية بالمناطق المتاخمة للحدود مع تشاد ظروف صعبة فاقمت منها موجة الحرارة القياسية التي تعصف بالمنطقة مع شحي المياه وإمدادات الغذاء والنعدام لشروط الحياة الكريمة من مخلفات القتال القائم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريعة هذه الأوضاع المزرية التي تتقاسم مرارتها مئات العائلات السودانية التي فرت من دوي القصف باحثة عن ملجأ يأوها فاستقرت على الحدود مع تشاد على هذه الأرض القاحلة وتحت درجة حرارة الفاقة الخمسين نصب هؤلاء اللاجئون ما يشبه خيما مشكلة من قطع قماش بالية لا تقيهم حر الشمس ولا قطرات المطر ليلا حياة ضنكة لم تقتصر على حال الخيام فالكل هنا يقضي ما يزيد عن ست ساعات تحت أشعة الشمس منتظرا دوره لملء حاويات المياه طوابير تجمع المسن والشاب وحتى الطفل على أمل الحصول على جرعة ماء تسد الرمق موية دا تجيب باقتين دا تقريبا ستة ساعة نهار كامل ديقايين الزهمة وموية بطع والحرايا كل جو والأتش والأفش ذاته مات ما عندنا عواني يلا محتاجين الموية للخسيل والحمام برضو والخسيل العدة بس نلقوها قشرب ما قاعدين نلقوه تاني لحمام ولا حاجة زيدة وإلى أن تتوقف الحرب وتستقر الأوضاع الأمنية في السودان تظل هذه العائلات في سراع مع قساوة الحياة في المنطقة الحدودية مع تشعد وأمل يحذوها في وصول مساعدات إنسانية بعد طول انتظار بهذا مشاهدنا الكرام نصل الختامي النشرة شكرا لطيبي المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة